مرحبا بكم الوصفة تخص حلوة الأطفال على شكل دب تقدروا تشاركوا أولادكم في التزيين اخترت التزيين بسيط حتى نسهل عليكم وطبعا اللي تقدر تتفنن في التزيين اكيد يجيكم خير من اللي خدمتم نسبق 150 غرام من الزبدة على درجة حرارة الغرفة ونزيد ونخلطه معها زوج بيضات كاملة بعد هذا نحط الخميرة الكيميائية والفانيلا وزوج مغارف كبار تاع السكر نخلط كل المكوينة ونلم بالفارينة حتى تولي عندي عجينة طارية خليوا العجينة في التلاجة على الاقل ساعة باش تنحكم وبعد هذا خدموا بها انا ما خليتاش تريح باش خدمت بي فيه وريتلكم على هاديك رح تبني الكمطرية تابعوا معي نحط شوية فارينة على لوحة عمل ونحل العجينة نبسطها حوالي 6 مليمتر يعني جوية زيادة على نصف سنتيمتر نستعمل هادي الطابع الشكل تعدب ونقطع هكذا الصينية راني حطيت فيها شوية فارينة ونحط خدمتي في الصينية هادي هو الشكل الفرن عني شعلته نحطها في الفرن حتى طيب بعد ما طابت خليها شوية تبرد هاكم تشوفوا اللون بالفوق مكلة هنحمرها لان نحنضي لها الطليا لان نخدم الطليا حطيت بيض البيض حطوا زوج او ثلاثة اذا كانوا شوية صغر نخلط هكذا ونبدأ نحط في السكر الناعم لازم تكونوا سيارته مقبل نحط غير بشوية ونخلط لمكف شوية مرطة واعدت اشتركوا في القناة نحط غير الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الخالط بدأ العقد نضع الكمية تعمل عقا كبيرا من عصير الليمون ونخلط ونكمل نضع السكر السكر الناعم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ونضع القناة ونضع القناة ونضع القناة ونضع القناة ونضع القناة اشتركوا في القناة ونضع القناة ونضع القناة ونضع القناة حتيباً مليح الشكل. مشي حاجة ما سألت ليش بزاف لاني الطلية مشحت. ونحط كل واحدة في كيس مع شوية الحلوة متنوعة. هنا هاد الحلوة درتها كهدية لتلاميذة المدرسة. تقدروا ديروها في المناسبات والأعرس. عوضاً تمدرهم الحلوة الكبار. تمدرهم هاد الأكياس الحلوة. يعني لكل طيف تمدروا كيس. وبالتأكد رايح يفرح بها. الفكرة الحلوية الأطفالة هي كينام البكري. عنها الزتي يعني حبيت نجدد الفكرة. نتمنى تكون عجبتكم. وإلى الملتاقة مع وصفة أخرى إن شاء الله.